مرحب سليمه ان شاء الله تكونوا بكلكم بألف صحة وخير اليوم كلا عادة رجعت لكم فيديو جديد وواسفة جديدة اليوم سنعنو مع بعضنا تاجين تونسي بالجيج والمقرونة والتاجين مقرونة بالجيج كما بش نسميه لنا اترك نمريكم المقادير اللي نسحقوهم عندي حسب تقريب مئتين جرام الجيج والاستير الجيج عندي بصلة متوسطة نسحقوا بتاتا دي كوب لنا اختيت اربع كبات بتاتا صغار قصيت هنا تا دي كوب نسحقوا مقارونة جرابت لنا المقارونة كما تشوفوا ما عملتش معنا يا بارشا حسب تقريب صحفة متوسطة نسحقوا بتبيع الجبن لنا عندي موزاريلا العربي وعندي زادة موزاريلا رابي كيف خيف بالنسبة للفحات باش نسحقوا عندي فلفلاكحة لكليل عندي كركم ملح كليل وزعت رداء مرحي مع بعضوا وبالتبيعة زادة نسحقوا للبيض كما تشوفوا ذو ما هم المكونات متاعنا وطاودي راك نمشي مع بعضنا لطريقة التحذير كما تشوفوا لنا اول حاجة بديت بيها خليت كسارونا بش نحط فيها كمية الدجاج لنا على فكرة رو الدجاج اللي عندي مقصيتوش هكا دي كوب ولا حاجة كما تشوفوا خليطوش هكا دي كوب ولا حاجة كما تشوفوا بشوية ملح كيف كيف بش نحط له شوية كركم الدجاج واللا الاسكالوب بصيفة عامرة ويحبوا برشة الكركم والكليل والزعتر لنا حسب التقريب حتيت اشتار مغرفة صغيرة ملح مغرفة صغيرة معبية كركم وكليل وزعتر حتيت مغرفة هكا معبية في الفلاكحة لزيدة حتيت اشتار مغرفة ولنا بش نحط لهم هكا شوية زيت مقدار اه تلافة مغرفة كبار متاع ماكلة اه زيت لنا بتبيع استعملت زيت نباتي اه انتو ما كنت حبوا تستعملوا زيت زيتنا لكم حرية الاختيار ولنا دودنا هكا بش نفواحهم هكا شوية مع بعضهم اكلفة حتيت دوكم بش نحط عليهم كمية الماء اللي بش طيب لنا الجيج وبش تعمل لنا كيما اقولوا احنا التخطوخ متاع الجيج وبش نحطهم اه يتيبوا اه يتيبوا معناه بالباهي حتى لوينك الماء ذاكا ينقص بالباهي الان على جناب كما تشوفوا خطيت البتاتا اللي قاستها من بكري هكا كا دى كوب، بش نفواحها بشوية ملح وبش نحط نقليها في الزيت لنا على فكرة بالنسبة لمكونات متاع الجيج كما تشوفوا لان الجيج ملحته كيف في البتاتا كبيش نقليها بش نحط فيها كمية هكا كصغيرة متاع ملح كما تشوفو خليط على جنب كسرونة حتيت فيها ماء سخون يغلي وبش نصمت المقارونة مع بعضنا حتيتها كشوية ملح كيف كيف شوية كركم مش المقارونة تجين لوني متاحها مزيين و هذه المقارونة كما تشوفو بعد ما تابت لنا خليطها تابت اقل شوية من تيب كامل معناه كما نقولو هي بشتيب لكم في تسعة دقايق تولي وتحطوها ثمانية دقايق واتفيو عليها لنا على فكرة بالنسبة المقارونة بعد ما تابتها روحة تيت شللتها تحت السبالة بش ناحي كمية انشاء قدر الامكان وكيف كيف زادة كيف نحضروا بها معناه تجين متاعنا وتبدي شكل كما الكتلة واحدة وإلا متعجنش في بعضها ولنا فرد وقت كما تشوفو البتاتا متاعنا حضرت لنا نحطوها فوقك المقارونة ديك اللي سمتناها من بكري وإن هذا وكن نعملوها تحريكة صغيرة بش المقارونة معناه متعجنش أما على فكرة روح بدي المقارونة متاكم شللتوها بالماء معناه ما توصلش تعجن لكم ولنا كما تشوفو الجيج بريسك هكا نقص معناه من الماء اللي حتي نيلو لنا بش ناخوك البصلة اللي بريتها لكم معناه من بكري بش نقص هكا تروف جويدين وبش نحطها تيب بالباية مع الجيج على فكرة رو التاجينة دي عملتو حبيتنا عملو معناه بالبالجيج انتو ما تنجموه تعملوه بالحم تاخذوا معناه كمية الحم بتبيع الحم توليو تقصوها كتروف صغار بش يتيب لكم بالبيك ما تعرفوا الحم يستحق معناه وقت اكثر متجيج تحطوه تفوخوه معناه بشوية ملح كركم في الفلاكحل بتبيع ما تحطوش معاكل وزع درسينو يذهب لو معناه المطعم كيف كيف معناه تعملو نفس المراحل ولكن تحبوو تعملو التاجينة دايبتون زادة كيف كيف توليو في الاخر معناه بالكل تحطو حكا تن ودخلطوها مع بقية المكونات توليو تعملو مثلا بسل هكا تذبلوه في شوية زيت وملح وكركم وتعملو معناه التاجين متاعكم عادي ان شاء الله كان وقتت الفرصة تنوالي مرة اخرى مرتاجي معاكم تاجين متاع تن والا تاجين الحم تنوالي في كل مرة هكا نطيب حاجه معناه ما عملتهش في القناة تنوالي نبرتاجيها معاكم في المرحلة هذه كما تشوفو الجيج متاعنا تاب كيف 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 لبصل اه تذبل بالبيه ولنا تحصلنا على التخطوخ اللي حاشتنا بيه كما تشوفو كمية الماء نقصت على الاخر قعد بريس كنبصل وفاح متاع جيج ولكمية متاع الزيت اللي حاتيناها ملول بالكل لنا على جنب خريط صحفه اه سحن ولا شنوه بش نحط فيه الجيج وبش نقض هكا نفترش فيه بالمغرفة والفرشيته بتبيعة الجيج من خليوشي على الحجمه ذاكا الكبير ولكن تحبوا انتوما الجيج متاعكم تقصوه بالمقص زيدي كيف كيف انتوما وشنوها تحبوا لنا حبيتها كنقصوه بالمغرفة او الفرشيته بش يجيوني بش تاجين معنا يجيني فيه كمية باهية متاع الجيج موسيقى لنا كما تشوفوا ذاك الجيج بعد ما كملت قصيته الكل بتبيعة بش نحطه على المقارونة كيف كيف على البطاطة اللي قليتها من بكري على فكرة بالنسبة للبطاطة كن متحبوش تعملوها مغلية نجمو تصمتوها في شوية ماء وملح وكركم او كانتوما وشنوها تحبو كان متحبوش المقلي برشة تنجمو تصمتوها وكانتوما تحبو التاجين معناي البطاطة فيه تبدأ مقلية او كانتوما لكم حريض الاختيار لنا كما تشوفوا على جنب عندي يزوز بيضات سلاقتهم بش نحطهم الخليط متاع التاجين بتبيعة بعد ما بش نفرمهم بالماشين معناي اللي تفرم الجبن كيف كيف زادة الموزاريلا العربي زادة بش نفرمها بالماشينة دية وبش نضيفها للخليط متاع التاجين وبتبيعة كل ما نضيفو حاجة نحاولو بش نخالطوا المكونات الكل مع بعضهم بالبيعي لنا على فكرة حاجة حبيت نقولكم عليها كيف مريضوا بالنسبة المكونات متاع التاجين لي عندي لمعدنوس لسبناخ لحتى شيء معنايا حبيت نعملو كي ما تشوفوا اه ازعر معنى تاجين مقرونة ازعر و células مكونات معنى اللي وريتهم لكم لور باكل و جاي راوا حاجة روعة على الاخر ما تقولوش تاجين بليش معتنوس ميجيش ميجيش بنين ولا حاجة بالحق جربوه على الطريقة هزي الكن ما عندكم مش معتنوس ولا حاجة راهوا اه يجي بنين مش تقولوا معنى بليش معتنوس يبدأ هكا ما هوش ما هوش بنين ولا حاجة بالحق جيني بنين على الاخر كي ما تشوفوا لنا زادة بش نضيف له الجبن موزاريلا موزاريلا عندي رابي على فكرة راو التاجين قد ما تشخشوه بالجبن وقد ما تحطو له كمية به امتاع جبن قد ما يجيكم شخ شخ وبنين ويعمل ستة وستين كيف تنجمو انتم راو ما تتقيدوش معناه بجبن اللي عملتو تنجمو كان عندكم جبن هكا بو ثلاثات وقال جبن طيبع تنجمو ضيفو زادة باكا يجيني بنين على الاخر قداش ممرا نشارك معاكم التاجين ونعملو بجبن مو ثلاثات اذاكا بصراحة يعجبني على الاخر اه لحقيقة لنا عندي موزاريلا حبيت نعملها في التاجين وجاني يزياد بنين على الاخر لنا كما تشوفوا حتيت كمية العظام حتيت ملو لستة بايدات وبلش نخلط وبلش نشوفوا التكستور متاع التاجين كيفيه لنا بالنسبة للتاجين راو ما يكونش ما يكونش ماعناها فيه كمية كبيرة معناها متاع بايد باش ميجيكم شجاري على الاخر وكيف كيف زادة ما يكونش شايح برشا كيما تشوفوا ذي التكستور اللي يلزمنا ان تحسطو عليها ولنا كيما تشوفوا باش نعمل هكا رشها في الفلاكحل باش نحين ناكل الريحة معناه متاع العظم و باش نحطه في البلاتون متاع الفور لنا على فكرة بالنسبة لكمية البيض اللي استعملت هالكل في الكلف التاجينة داي استعملت سبعة بيضات لحجم متاحهم كبير او كانتوما كل العظم اللي عندكم صغيري النجم يستحقلكم من ثمانية التسعة معناه كعبات او كانتوما كيما قلتلكم انتوما والكونسيستانس متاع التاجين معناه ما يكونش هيكلي عاقد برشا كيف كيف زادة ما يكونش جاري برشا بالعظم كيما تشوفو لنا التاجين بعد ما سمحتو باش نحط فوق منه موزاريلا لنا على فكرة تاجين المقارونة رو ما تخليوشي كيما هو لازم ملفوقها كتحطو له الطرنش متاع عظم و الاجبن مفروم بشكل مقارونة دي كاللي في التاجين معناها ما تباسو شو ما تبديش هكا تتجرمش كيما تشوفو لنا بش رش كمية الموزاريلا باش ندخلو على فورم سقحنتو منقبل على الميتين درجة النار الفقانية واللوتانية وتوم بعد نقول لكم بالضبط قد يستحق لي وقت باش تاب تاكيما تشوفو هدي التاجين متانا بعد ما احذر لنا فينا الموقعد لنص ساعة بالضبط كيما قلتلكم على فورم سقحنتو منقبل على الميتين درجة النار الفقانية واللوتانية و راو دي ما نقول انتو ما والفورم تاكم كل الفورم تاكم يلكع تنجمو معناها من لول مثلا تغطيوها كبابية كويسان باش ما يكتسبلكم ش معنا يلون غامق وتوليو في الدرجة الاخرينين تنحيوها كبابية كويسان باش يجيكم من لونو متاعو ميزيان ولنا كيما تشوفو عمل تفاقي في كاسون دي كويسان ساكينا خرج تشايحة مشاهلا معناه التاجين متاعنا تايب في حاقو وتابش نقصو مع بعضنا التاجين باش نشوفوه من داخل كيفاش كان حاصيلو ريحة في الدار لحقيقة شهيتني عالاخر حتى هكا باش نستناه يبرد شوية لحقيقة مصبردش كيما تشوفو مازال سخون وقاعد نقص فيه باش نضوق منو ودهي كيما تشوفو التاجين متانا فيه تباق تقديم حسيرو ما نحكي لكمش قد جيبنين عالاخر كي نخولو التاجين باش معناها نعملوه بمعان تنوس وقلب بسبناخ لما تشوفو عملته تاجين ازعر وبالمقرونة وجي حاجة بنين عالاخر ننسحكم باش تجربو الوصفة كي جربتوه وعجبتكم متنسيش باش تحطو لي في التعليقات وقلب باش تبعثو لي تطبيقاتكم على انستجرام انشاءلا تكون عجبتكم الوصفة ونتريتاكم كل عادة ما تتنسيوش باش تجوني بلايك وبيلايكم على الضغمتاكم لحلوين كانتكم زيادة اول مرة تزوروا القناة وعجبكم المحتوى متاحة ما تنسيوش باش تعملوا ابوني و باش تفعل الجرس باش في كل مرة نهبط حاجة جديدة توصل للكم وطم بقالي كان بش نقول لكم بسلامة في امان الله وانشاءلا ملتقنا في وصفة دخلين